شوف قضية الفصائل منتشرها في سوريا دعونا بالعراب دسمع لي دسمع لي في العراب في سوريا في لبنان في اليمن وربما في مكانات أخرى بعد مظاهرة الحل لقضية الفصائل والرجوع إلى الدولة لا يمكن أن يكون حل في بلد واحد لابد أن تحل هذه المسألة في إطار قليمي لذلك حلول قضية الفصائل الآن دائما أقولها أكثر من مرة أن الحلول متشابهة والحلول قد تكون متزامنة أيضا أنت ماذا تقدر تنهي دور الفصائل في العراب وأكو فصائل في سوريا تشتغل وأكو فصائل في لبنان تشتغل وأكو فصائل في دارة العراب لا بس من وضع العراب أكثر حساسية أنا معك أي يعني السودان اللعب دور كبير مع واشنطن أنا معك وصاحب مبادرة عكس المنظومة العربية في موضوع التهديات لبنان صحيح يعني أقصد له القدرة ربما كل الفصائل بالمنطقة شي سموها فصائل المقاومة أو محور المقاومة نعم منه قائد محور المقاومة هو الجمهور الإسلامية صح؟ لذلك يعني أنت لازم تحل المسألة على شكل يعني في قرار إقليمي بالمنطقة باكج واحد ترجمة نانسي قنقر